نرحب بحضراتكم مرة تانية وزي ما تعودنا دايما بيكون معنا فقرة مخصصة لجلسات الحوار الوطني والملفات اللي بيتم منقشتها من خلال هذه الجلسات إن كان في المحور السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي من ضمن أهم هذه الملفات ملف التعليم من أهم الملفات اللي طرحت على طولة جلسات الحوار الوطني اللي بيشارك فيه ممثلين من كل فئات المجتمع شباب وأحزاب ورواب وخبراء في كل التخصصات صحيح يا جميلة وكلنا نفتكر المطالبات كلها علشان نحدث يعني طورة في المنظومة داخل دولاب عمل الحكومة الصحة كنت أقول لك الصحة والتعليم الصحة والتعليم الصحة والتعليم شوفنا في لف الصحة حصل فيه تقدم كبير فيما تعلق بتأمين الصحي الجديد والمشروعات اللي عاملها وزارة الصحة وكل المبادرات اللي بنشوفها على الأرض على صعيد التعليم شوفنا أيضا يعني أشياء كتير جدا 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 ولكن اللي بيحدث داخل الحوار الوطني ربما نوع جديد أو تطور نوعي جديد عارفين الكواليتي كنترول؟ الكواليتي كنترول هي الوحدة المتخصصة بمرأبة الجودة إنشاء مجلس أعلى للتعليم من أجل توحيد سياساته وربطها بسوء العمل ده المحور بالتحديد اللي تكلم عليه عدد كبير من النواب والسياسيين والشباب ومنظمات المجتمع المدني في جلسات التعليم إيه المجلس ده؟ هيعمل إيه؟ إزاي حيربط الشباب بسوء العمل؟ وإزاي حيعمل سياسات موحدة للتعليم المصري؟ وهلحب أخص بالتعليم الجميعي ولا التعليم الأساسي والتعليم ما قبل الجميع؟ تفاصيل كتير جدا نحن رفع من الدكتورة دينا طارق عضو تنسيين شباب الأحزاب والسياسيين واللي كانت أحد الحاضرين في جلسات ملف التعليم أهلا بحركة دكتورة دينا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك مبدئيا يعني عايزين نقول إن مصر بتعمل عظمة والله جلسات الحوار ممتعة لأقصى حد لما نبقى عادين في جلسة ممتدة من 11 صباحا لستة مساءا بنتكلم في قضايا التعليم وكل الناس اللي على المائدة تطرح كل القضايا ما تسيبش أي حاجة ما فيش أي حاجة بتشغل المواطن في الشارع المصري ما تم اشترحها على مائدة الحوار فالحقيقة الجلسة رغم إنها كانت مطولة إلا إنها كانت بالنسبة لي شخصيا ممتعة جدا 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 لازم تكون مطورة إنه زي ما قال مصطفى يعني التعليم الصحة خلينا نقول هي أعمدة أي مجتمع طبعا يعني أي دولة لازم دائما مبادئ اللي تقدر تبني عليها خطة مستقبلية خطة تموية مستقبلية هي معتمدة على الصحة والتعليم طيب قبل ما نتكلم عن المجلس الأعلى للتعليم الدور المنوط بي المفروض وحسب طبعا لسه يعني الرؤية المبدئية لي خليني أعرف من حضرتك أثناء هذه الجلسة المطولة كانت إيه أهم التحديات اللي كانت مفروضة على طاولة أمام الخبراء والمتخصصين والنوبة لا خالص أنا كحد قعد يعني حضر الجلسة من 11 صباحا لستة مساء فقط بس المجهود اللي بيمر بيه الناس الحضرة بس من كتر الاستماع لكن ما شفناش أي تحديات لأن المئدة كان فيها تنوى كبير وكنا كلنا الحضر تحديات ملف التعليم التحديات الخاصة بملف التعليم المشاكل اللي عندنا فيه ملف التعليم اللي كانت مطروحة الجلسة كانت منوطة بمنقشة إعادة الهيكلة والقوانين بخصوص ملف التعليم ومشكلة الإتاحة وكانت مركزة أساسيا على مشكلة المعلم فطبعا مشكلة المعلم كان فيه ناس ممثلين كتير جدا من المعلمين وكان فيه من الطلبة وكان فيه من كل القطعات اللي في الدولة فكان الحوار حقيقي مفتوح وكان رائع وكان مغطي كل النقط زي ما قلنا فحاليا التحديات اللي موجودة هي فجوة التنفيذ إن إحنا عندنا رؤية عشرين تلاتين موجودة وبتقول إن إحنا فيه عندنا نظام تعليمي كفء ومستدام ومارن وإلى آخره لكن إحنا عندنا فجوة التنفيذ إحنا وقفين عند إن إحنا مش قادرين ننفذ أرض الواقع مختلفة عن الرؤية اللي محتوى المناهج الجديدة ليها قيم ومطورة إنها يتخلي الطالب بتاعنا يقدر ينافس عالميا وفيه قيم دولية محطوطة في المناهج لكن المعلم مش عارف القيم دي مش قادرين بالضبط مش وصلاله من خلال التدريبات المعلم للأسف يعني من شغل ما هو كم سلتين تلاتة بيتدرس مناهج من كم سنة؟ يعني يدرس مناهج دلوقتي سنة خمسة دفعة التعليم الجديد طالعين سنة ستة العام القادم من تلاتة عشرين أربعة وعشرين إن شاء الله الولاد اللي تطبق معاهم المنهج الجديد بقيمه الحقيقة حاجة مشرفة جدا 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 وجيل فعلا بيواكب رؤية عشرين تلاتين لكن إحنا بنتكلم على التعليم بشكل عام لا فيه فجوة تنفيذ في المدارس الحكومية وفي موظم المدارس لأنه المعلم مش قادر مش وصلاله قيم المنهج مظبوط المنهج قيم على أربع محاور أربعتاشر مهارة أربعتاشر منهم إتناشر مهارة عالمية ومهارتين خاصين تفصلين على مصر منهم مهارة المحاسبية لأننا بنحارب الفساد فتخيل لما يبقى المنهج معمول بالأربعتاشر مهارة دول عشان يطلع لي طالب قادر على إنه ينافس قادر يبقى عنده ثقة بالنفس يبقى عنده تعلم ذاتي تحطه في أي حاجة يمشي يسد لكن إحنا قدام فجوة التنفيذ المعلم اللي واقف في الفصل عشان يوصل للطالب المهارات دي هو نفسه مش فاهم المنهج هو نفسه منشغل بقضايا منشغل بحالته المعيشية منشغل بمشاكل الاقتصاد فالأمور الحقيقة محتاجة إحنا نبص بس فجوة التنفيذ فيه ونبتدي نعالجها فكان معظم الكلام في الجلسة على فكرة المعلمين وإعدادهم وقضاياهم فدي كانت التحديات طبعا اللي بتواجه ملف التعليم عامة صحيح طب يعني لما ببص للتجارة بالعالمية في التعليم يعني تجربة فنلندا على سبيل المثال ودى الدولة رقم واحد في التعليم المدرس ما بيبقاش أهل من ماجستير أو دكتوراه وبياخد دخلي زي الأطباء والمدرسين طبعا أنا عارف أن فنلندا عدد ضئيل وإحنا 100 مليون ومدرسنا كتير وإن ده عشان تعمله والطباء وإنت بتتكلم في حاجة صعبة ومستحيلة لكن هل نقشتي أو نقشتم إزاي نطور من دخل المدرس حتى لا يضطر إلى إعطاء الدروس الخصوصية وإن يبقى عنده نوع من أنواع يعني الضمير في إعطاء الدرس بما يستحق الطالب وتستحق مدرسته لا الحقيقة لكن كان فيه ممثلين عن المعلمين نقشوا فكرة الراتب الأساسي بتاع المعلمين على أساس 2014 وسيادة المستشار محمود فوزي وضح أن النقطة دي مش منطب المعلمين بس تقريبا معظم قطعات الدولة بتتعامل بنفس الطريقة فالمعلم هنا مش متهد فدي نقطة لسه هيتم طرحها يعني ما تناقشتش لا لا لم تناقش احنا كنا بنتناقش أكتر في كافية إعداد المعلم كان فيه ناس كتير يعني معلمين كتير قاموا وتكلموا وتم الاستماع إليهم ودي كانت لسه أول جلسة احنا لسه فيه ورش عمل ولسه فيه جلسة ممتدة بخصوص القانون يوم الأربع فالأمور لسه طب زي حقدر تور التعليم والمعلم نفسه هو يعني أهم محد في المنظومة مين قال ان احنا كمنظومة أو كدولة أو كشعب احنا كلنا بنحترم المعلمين وبنحبهم لكن احنا قدام انه فيه مجموعة من المعلمين مش الغالبية أساءت لشكل المعلمين مش أكتر احنا محتاجين بس نتعرض المجموعة دي بشوية تزبطات كان ينظر برضو أنه طبعا يعني أنا هتفق في نقطة أنه أحوال المعلم يجب المعلمين يجب منظر طبعا لازم ننظر إليها لازم نرفعه وفي نقطة كمان أخرى أنه يعني مناهج نفسها كانت مناهج طلقينية يعني كانت لازم تهيطف بممعتمد على فكرة الطلقين والحفظ يدخل الامتحان يبقى مع أسفل المتحان تعليم 1.8 تمام؟ احنا حاليا دلوقت أنا بتكلم فيه ما سابق طبعا أيها 1.8 التعليم كل ما بيطور بيتغير الرقم بتاعه احنا حاليا في تعليم 2.0 تعليم 2.0 ده نزل بنظام مختلف تماما تعليم القديم كانت بنظام مواد اسمها المواد المنفاصلة يعني العربي لوحده الحساب لوحده الإنجليش لوحده الدراسات العلوم الرياضيات وهكذا تعليم 2.0 معتمد على فكرة المواد المتربطة يعني إيه؟ يعني أنا عندي شباك كبير كده فوق اسمه منهج اكتشف اللي هو ديسكوفر اللي هو كل الناس ده علانة منه وخايفة منه وقال أنا منه بفرع من ديسكوفر ده اللغة العربية بنفس الموضوعات بفرع منه اللغة الإنجليزية بنفس الموضوعات بفرع منه كمان رياضيات بطلع بعد كده في ربع ابتدائي ببني عليه العلوم والدراسات طبعا ممكن أسأل حديك سؤال؟ فضل يعني عارفة في جدل كده دايما دائر اللي هو البيض الأول ولا الفرخ والله يعني هل أنا الذي ما بص للمعلم الأول يعني مش فكرة أبص للمعلم يعني بجنب بالأحوال المعيشية دي خلاص احنا ممكن اتناقشنا فيها ولسه أكيد هيتم النظر لهذه النقطة لكن أنا بتكلم في نقطة أخرى اللي هي أنا المفروض الأول أطور نظام التعليم للطالب يعني حط نظام التعليم للطالب من غير مدرب المدرس الأول ولا أنا الزر المدرس الأول والمعلم الأول اللي يتدرب عليش أن يدري إيه للطالب طيب بصي تعليم جيب الكثة من الأول احنا عندنا 17 هدف للتنمية المستدامة في العالم كله صحي كده منهم الهدف الرابع بتاع التعليم اللي بيقول انه لازم يكون فيه تعليم جيد وان احنا نضمن حق التعليم للكل تمام دي أهداف عالمية اتطرحت منها رؤية 20-30 لمصر قلنا عايزين نظام كف ومستدام عدل ومارن إلى أخيره تمام طيب أنا دلوقتي عايز أوصل للرؤية العالمية طيب العالم العولام أنا عايز أخرج طالب قادر ينافس في سوق العمل الدولية كمان ينافس جوه وينافس برا ويرفع من مكانة مصر ويعليلي الموارد الاقتصادية طيب أنا دلوقتي طالب ده عشان أجهزه مش لازم أبص العالم بيجهز الطلب الطالب أنا أجهزه زي هجهزه من خلال المعلم هم بدأوا بالمنهج اتبدأ بالمنهج إن أنا جي بالقيم دي واجهز المنهج لكن للأسف ما تخيلوش إن المعلم هيبقى مش قادر يوصل للمنهج هم هو القائمين في الوزارة أعتقد 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 شخصي وجهة نظر شخصي هم تفاجأوا إن المعلم مش قادر يوصل ما هو متحطط محطوط على سيستم 1.8 مش 2.2 هو قاعد نفسه تعال يعني هو مش عاعد أنا بدرس العربي الوحد والحساب لوحده مقدر شلومه فجأة ربطت لي ده وددت ده لا وكمان المنهج الجديد على هرم البناء المعرفي بيشتغل على مستويات التفكير العليا المنهج القديم كان إحنا بنركز على إنه يحفظ ويعني لو هه هيفهم ويا سلام لو قدر يطبق السؤال الاختياري هو اللي بقى في التفكير يعني هو السؤال الاختياري لا السؤال الاختياري عمتا بيعتمد على الفهم والتذكر للأسئلة المالطبال تعتمد على الفهم والتذكر ويعني هه لو في طب ولقينا حل بقى للمشكلة دي لقينا حل في ايه للمشكلة اللي احنا بتكلم عليها دي اللي هي ايه بالظلط ما احنا واقفين قدام طبوة التمثيل لا يعني هي الفكرة انه انه دلوقتي احنا بتكلم على معلم هو نفسه تعليمه ايوه هو شخصيا القديم المعلم مش متعلم لا هو متعلم ولكن بالنظام القديم مش متعلم انه هو هو اصلا ما عندهوش المهارات العليا اللي تخليه يقدر يوصل للولاد المهاراتي برضو وكانش فيه الثورة اللي موجودة دلوقتي الثورة التكنولوجية خلينا نقول اللي موجودة دلوقتي وكانش فيه متغيرات في سوق العمل بنفس الشكل اللي موجود دلوقتي خليه عشان نكون برضو منصفين ما احنا برضو مش مش يعني مش بنقرأ المستقبل للدرجاتي يعني مش صحر فدي الفكرة انا دلوقتي عندي كم هائل من المعلمين عندنا حوالي 950 الف معلمين رقم كبير كده وعندنا حوالي 350 الف تسعمائة وخمسين يعني ما يقرب من مليون ما يقرب من مليون معلمين الحكومي والخاص ينهر ابيل اين الرقم ده رقم كبير جدا طبعا طبعا وعندنا حوالي 50 الف مدرسة حكومية وعندنا حوالي 10 تلاف مدرسة خاصة فمجمل المدارس ممكن يدخل في حوالي 60 الف مدرسة طيب هل حضرتك متخيل ان انا ازاي هوصل لمليون معلم انا محتاج سياسات طبعا عشان اطوروا بقى يتنقل من تعليم ال 1.8 ل 2.0 تمام هعمل ايه مع الكم اللي بيصل لمليون محتاج اوصل للاكاديمية المهنية للمعلمين اللي هي فعلا شغالة على ارض الواقع ولكن بكفاستي محدودة طبعا مش هتقدر تغطي كل ده عشان كده كان في اقتراح انه احنا ندرب كوادر والكوادر دي تروح المحافظات والكوادر دي تدرب في المحافظات لان المعلم عشان يروح الاكاديمية المهنية للمعلمين بيحجز في الفندق هناك وبيعد 3 يام عشان يحضر تدريب وطبعا عمر التدريب اللي هيكون في 3 يام زي ما هيكون تدريب مطول لا دا احنا بنقترح انه يبقى التدريب على دليل المعلم نفسه اللي بينزل والمعلم مش قادر يطبعه دليل المعلم اللي بينزل مع المنهج المعلم مش قادر يطبعه تكلفة اطبعته عالية جدا بس انا لو علمت حد عشان يعلم حد عشان يعلم حد كواليتي التعليم بطبيعة الحال انا اصلا معادة للمعلم مش حيبقى زي ما الشخص اللي فوق اللي فهم الموضوع كويس بيدي احنا هنا محتاجين نعمل اعداد لكيادات علشان كده يعني الدولة والله يطرحها كل المحاور حتى فكرة تدريب الكوادر لها وبعد كده تبتدي انها تنتشر وتتفرع بس مش هيوصل برضو بنفس الكواليتي يا جون لا لا لو تعليمه في الاساس كويس والمعلومة وصلت له كويس لا طبعا يقدر يوصلها لان لو بالمبدأ ده اعتقد حتى المعلم على ما يدرس لطالب والطالب من ما يكبر يبقى مدرس على ما يوصل لطالب تاني ايبا الجودة هتقل فمش دي الفكرة بس الفكرة ان احنا هتدرها دلوقتي لازم تكون كل المحافظات او كل مكان كل قرية او كل مركز وكل نجا يكون مؤهل لهذا التعليم لهذا النور التعليم كمام مظبوط طيب خليني اقولك انه المنهج الجديد لما اتعمل اتعمل لكل مادة دليل المعلم دليل المعلم لو مسكتيه وفتحتيه وقرأتيه هتلاقي كل حاجة مشروحة بالملي حرفيا بتوقيت الحصة يعني انت هتاخد خمس دقايق تشرح الجزء دي بالشكل الفلاني وهتعمل النشاط دوت وبعدين هتسأل الولاد اسئل عشان تشوفهم ما فيهم ولا لأ وبعدين كل حاجة بالتفصيل ولكن المعلم يعني منهج 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 هو الوقت المنهج فجوة التنفيذ انا عندي منهج كبير عندي نشاط عندي كام طالب في الفاصل عندي تلاميذ كتير جدا ما دي فكرة ازاي اطبق نشاط على العدد ده من الطلبة وانا عندي الدليل معد على ان كفاءة الفاصل يكون فيه مثلا من 20 ل 25 طالب مهدين معايير العالمية طب انا ازاي هشرح ل120 طالب طب انا ازاي هشرح ل70-80 طالب طب انا ازاي هشرح حتى ل40 طالب ده انا محتاج ابقى معلم قوي في الادارة الصفية محتاج ابقى فاهم المنهج كويس محتاج ابقى عندي موجه فاهم معي وبيوجهني خطوة بخطوة وفيه توجيه متميز موجود ومحتاج ابقى كمعلم كمان ابقى فاهم في التكنولوجيا وفاهم ازاي تعمل على التابلت وفاهم ازاي تعمل مع كونتيوتر عندي التابلت بالمناسبة وعندي الكمبيوتر وعندي خدمة الانترنت السريعة فايا كانت القارية تاني بصي الانترنت ده خلينا نقول انه فيه مدارس فيها انترنت طبعا بس هو مش في كل وقت هيبقى شغال لازم انا كمعلم وانا داخل الحصة اصلا بيبقى عندي كذا سيناريو وكذا خطة وبشتغل عليهم ما ينفعش ان انا بعمل حسابي ان ده هعمله وفجأة يحصل فيه مشكلة لا لازم ابقى محضر نفسي فهنا جاهزية المعلم وانحنا ندربه ان هو يكون داخل جاهز للفاصل قادر يوصل للولاد محتوى المنهج ويقدر يطلع علينا خريج اللي هيطلع سوء العمل اللي احنا بندور عليه طيب المجلس اللي انتو اقترحتوه اللي هو انشاء مجلس اعلى للتعليم لتوحيد السياسات توحيد السياسات وتاني حاجة بقى اللي عادنا بنتكلم في امن واحنا صغيرين ربط التعليم بسوق العمل احنا في وادي وما يطلبه سوق العمل في وادي تاني هتعملوها زي دي يا دكتور احنا بتكلمي في حاجة برضو الله يكون فرعونكو طبعا انتم معاكم مهمة قومية يعني لو عملتوها مصر في حتة تانية بإذن الله بس هو فعلا فعلا انت هتعمليها ازاي نرسل عمل محتاج كوادر مختلفة تماما عما يعني يفرزه التعليم سواء الحكومي او الجامعي او الخاص من كوادر طيب خليني اقول لحضرتك انه مشروع القانون بتاع المجلس فيه جهات متنوعة كتير جدا 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 فيه ممثلين من هيئة الجودة فيه ممثلين من هيئة الجودة والتعليم الفني اتقاد وفيه ممثلين من الازهر وفيه السادة الوزراء والمفروض ان رئيسه رئيس مجلس الوزراء وفيه المجلس المفروض يجتمع كل تلت شهور متخيل حالتك هو لازم يجتمع كل تلت شهور يكون دارس الاوضاع فيه خبراء لازم يكون الخبراء حاضرين في الاجتماعات فاحنا يهمنا هنا انه يحط السياسات ويتابعها واحنا واثقين ان شاء الله انه بوجود كل الكوادر في المجلس ده هنقدر نوصل لسياسات واستراتيجية موحدة ونقدر ننزل لتبقها على ارض الوقع فدي ان شاء الله ما فيهاش مشكلة بس نبتدي ندخل في التشريع بس الاول لان الحد الان هو لسه مشروع مشروع قانون لما بقاش مشروع قانون ده حتى لسه مقترح تنفيذ في الحوار الوطني لما يخش مجلس النواب يبقى مشروع قانون احنا حتى مؤخرا انتبعنا انه فيه كليات بتخصصات جديدة بالفعل اللي بقت موجودة في مصر فاحنا يعني على قد ما بنقدر لانه احنا مش هنقدر نعمل كل حاجة مرة واحدة يعني محتاجين اعداد وده اللي احنا بتدينا بالفعل نمشي فيه شفناه على ارض الواقع طيب بالنسبة لهذا المجلس يا دكتور حضرين بتقولي معني بوضع للسياسات والاستراتيجيات والمتابعة طيب هل فيه رؤية حتى الان انا عارف انها لسه فكرة مبدئية موضوعة للمناقشة هل فيه رؤية مبدئية لقليات هذه المتابعة لا مقدرش نتكلم في حاجة زي دي لانه لسه اصلا بتناقش المواد بتاعت المشروع القانون هو لحد دلوقتي فيه ستة او سبع مواد لسه فيه جلسة وفيه ورش عمل احنا كل ده عملنا جلسة واحدة بس فما نقدرش نتكلم ونقول ايه اللي هيحصل بعد كده ان شاء الله نسيب الدنيا لأرض الواقع وكل الخبراء هيقوموا بالواجب بإذن الله طيب المناقشات شاملت استحداث وحدة اقتصادية استثمارية في وزارة التربية والتعليم الهدف من انشاء الوحدة دي وازاي ممكن تتوسل اضافة لوزارة التربية والتعليم اقتراح فكرة الوحدة الاقتصادية الاستثمارية جاي من انه نواب التنسئية لما نزلوا على ارض الواقع لقوا انه لما بيقدموا اقتراحات للوزارات بعض الوزارات بترفض الاقتراحات دي رغم ان فيها نفع كبير للوزارة فلاقوا انه مفيش حد بيبص على الموارد الاقتصادية ان فيه حاجات بتتقدم تقدر تفيد الوزارات لكن مفيش بتترفض لأسباب وهمية فكان اقتراح الوحدة دي انها تدرس كل الموارد اللي دخلها للوزارة وتعمل لها بقى زي ايه عارفين تزبطها كده زي توازن بينها الزبط توازن بينها اللي داخل واللي خارج تشوف ايه افضل الحاجات اللي نقدر نشغل فيها موارد الوزارة او اللي احنا نستقبل بها موارد او الموارد اللي طلعها طلع فين وليه اه تمام فدي فكرة الوحدة ما علي حالي دكتور الحقيقة انه ملف مهم جدا وقدامكم يعني شغل كتير قوي اه والحقيقة انتوا يعني زي ما كان مصطفى بيقول لحضرتك مهمة قومية اه وانا متأكدة انه الجميع على قلب رجل واحد والهدف بالفعل واحد فانا متأكدة ان احنا هنقدر نوصل لنتيجة وزي ما تبعنا في الفترة الفاتت الحقيقة نتائج في ملفات كتير جدا منها حتى ملف التعليم تتكلم عن التعليم العالي او حتى التعليم مقابل الجماعي في خطوات في خطوات حقيقة مش خطوات كمه هي يبقى زي ما حضرتك قلتي فكرة التنفيذ والتطبيق ونحن نحن نتكلم ان احنا عدد كبير هي دي نقطة الاهم فطبعا لازم هياخد وقت ولازم هياخد قليات تنفيذ بمراعات الاماكن والجغرافيا والقرى وعوامل كتير جدا مش سهل انه في ثانية واحدة مش عاصة سحرية هنقدر نحل المشكلة استكمال لكلامك يا جمانة انت فعلا قلت جملة صحيح احنا عملنا جامعات تكنولوجية عملنا عدد كبير من الكليات الخاصة اصطناعي عندنا اشياء عندنا الجامعة المصرية الليبانية حاجة صرحة عظيم ما نقدرش ننكره عندنا جامعات في العصامة الادارية الجديدة حاجة تشرف ولكن قد ايه فقد ايه احنا برضو بنقول ان ده لسه نمازج او حاجات تطبيقية تجريبية الدكتورة دينا بتقول لنا يعني حددنا تسعمائة وخمسين الف مدرس يعني ما يقرب من مليون مدرس مصري ما بين المدرس الحكومية والخاصة طبعا انا معلوماتي برضو من كم سنة ان موزارة البيترانية بتعامل مع 60 مليون بني ادم ما بين اولياء امور وطلبة ومدرسين فطبعا بتتكلموا يا جماعة في التعليم يعني مش قضية ده رقم يعني طبعا موضوع كبير 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 طب بنشكر حددري جزيز شكرا لدكتور دينا تورا اوضف تنسيقات شابة الاحزاب والسياسيين وارتينا في صباح الخير يا مصري شكرا لك يا دكتور شكرا لدكتور دينا